عشانك سؤال أخير من رئيس لجنة الحكام بعد بليرة طيب فيه اسم تقال جيتها داخل أروقة اتحاد الكورة عمل صدمة هو الاسم اللي جاي أجنبي والمفاجأ للاتحاد مش عايز يعلم ان محمد فاروق رسميا رئيس لجنة وبيخليه سير الأعمال دلوقتي عشان عايز يجيب رئيس لجنة أجنبي بس أنا تقال لي اسم لو اتطرح في وسائل الإعلام هيعمل مشكلة كبيرة جدا تتذكر إيدي ما إيه؟ طبعا هل يجوز أن إيدي ما إيه الحكم اللي كان كل الألام المصري بينتقده على اختياراته وعلى تعليماته للحكام الأفرقى في مباراة الأندية المصرية والمنتخب الوطني قبل كده بكري جاسامة وجاني سيكازو والأسماء دي كلها هل ممكن يجي ودير لجنة الحكام في مصر؟ ده واحد اتنين هل اتحاد الكورة عنده علم إيدي ما إيه مش من الاتحاد الأفريقية إزاي؟ تلاتة هل الاتحاد المصري يعرف أن الاتحاد الدولي كان ليه دور في تغيير لجنة الحكام في الكاف اللي كان ساعتها بيديرها إيدي ما إيه؟ التلاتة أسئلة دول لو الاتحاد الكورة عنده إجابات عليهم هيغير البصل على طول لشخص تاني مش ليه من الكاف إيدي ما إيه؟ الاتحاد الدولي رفض استمراره لأسباب تتعلق بمشاكل تحكمية كان ضروري هو يمشي والجيل اللي كان موجود معه وقتها يمشي ويطلع جيل جديد وقتها فعلا سيكازوي خرج بكاري جسام أكبره على الاعتزار رغم أنه كان سنه لسه باقي فيه سنتين حكم دولي وحكم كتير خرجت إيدي ما إيه؟ لو الاسم المطروح فعلا هتبقى مشكلة كبيرة والكارسة على التحكم المصري ولكن في حكم أجنبي أو رئيس لجنة أجنبي عايزين يجيبوا حد بـ 8000 دولار بـ 7000 دولار هي دي الأزمة ولما تسأل في الاتحاد تبلية جماعة ما تجيبوا حد باسم كويس أو رشعوا حد مصري يقول لك لا 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 مش عايزين مصري واجع قلب عايزين هنشايله يشايله الليلة